تواصل سلطات الاحتلال عمليات حفر وبناء المشروع التهودي المعروف بالطريق الأمريكي والذي يمر من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة ويلتهم مساحات واسعة من أراضيها لصالح المستوطنين يتفنن الاحتلال بأساليبه لتهويد مدينة القدس وتدمير التجمع الفلسطيني فيها قدر الإمكان أخطر هذه المخططات ما يعرف بالشارع الأمريكي والذي يهتف لربط مستوطنات جنوب العاصمة وشمال مدينة بيت لحم بمستوطنة معلي أدميم لخدمة المستوطنين وعزل سكان القدس قدر الإمكان تم تخطيط نفق سيخترق منطقة جبل الزيتون أسفل مستشفى المطلع ليربط منطقة سلوان بمنطقة مدخل مستوطنة معلي أدميم وبهذا سيكون تحرك المستوطنين من هذه المناطق من جنوب مدينة القدس وشمال بيت لحم إلى منطقة معلي أدميم قلال دقائق معدودة في الوقت الذي يحتاجون فيه اليوم قرابة ساعة للالتفاف حول مدينة القدس للوصول إلى هذه المستوطنات فمن بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس ومرورا بصور باهر تشريد وعزل وإبعاد يلاحق السكان هناك ففي جبل المكبر فقط أربعمائة منزل مهدد بالهدن لصالح شق الشارع الأمريكي عدا عن الخسائر المادية التي تسببها الاحتلال بعد تدميره لأراضي المواطنين الزراعية ومصادرته لمئات الدنومات الصالحة للبناء هذا يدمر كل الأراضي الزراعية الموجودة في تلك المناطق هو يصادر مئات الدنومات من أراضي القرى التي يمر بها ويهدف إلى عزل المنطقة الجنوبية من مدينة القدس عن باقي المدن الضفة الغربية بالإضافة إلى أنه سيشكل استقطاب للحركة التجارية والاقتصادية من البلدة القديمة باتجاه هذه المناطق الصناعية والتجارية وسكاك الحديد والفنادق التي ستقام على جانبي هذا الشارع ما يسمى بالشارع الأمريكي وفي الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال المقتسيين من البناء على أراضيهم الخاصة ويتحجج بتحويلها لأراضي خضراء لمنعهم من التمدد الديمغرافي والعمراني فإنه يصادر ذات الأراضي لصالح شق الطرق الاستيطانية التي تخدم المستوطنين وتعزز وجودهم بالقدس من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا